أهلا بكم مشاهدين هذه التغطية مستمرة ونبدأ بالعناوين بعد شروط شبه تعجزية جولة جس النبض الصعبة تنتهي ورغبة روسية أوكرانية بلقاء ثاني بوتين تعهد لماكرون بعدم استهداف المدنيين والبينتاجون يحذر من تكتيك أعنف بعد الإحباط الروسي بعد العقوبات القاسية قدرة موسكو على نقل الأموال مشلولة وبوتين يصف الغربة بإمبراطورية الكذب الرياضة الروسية ضحية للعمليات العسكرية في أوكرانيا الفيفا يقصيها من مونديال قطر وموسكو تنتقد القرارات العنصرية أهلا بكم جولة أولى من ثلاث جلسات استمرت خمسة ساعات وانتهت اليوم بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا جولة بدأت بشروط شبه تعجزية وصفها الجانب الأوكراني بالصعبة وبأن الوفد الروسي كان متحيزا للغاية وفقا للوصف الأوكراني رئيس الوفد الروسي للمفاوضات كشف عن نقاط في المحادثات من الممكن التنبؤ بموجبها بمواقف مشتركة الوفدان يعودان إلى كييف وموسكو للتشاور على أن يعودا إلى جولة ثانية لم تحدد بعد عقدت أوكرانيا وروسيا الجولة الأولى من المحادثات الهدف الرئيسي من ذلك هو وقف إطلاق النار في أوكرانيا الأطراف حددت عددا من الموضوعات التي أحددوا حلولا محددة بشأنها ومن أجل تنفيذها سيغادر الطرفان إلى العواصم للتشاور لقد اتفق الطرفان على الجولة الثانية من المفاوضات مع مزيد من التطوير العملي للحلول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن مشاهدين التغطية مستمرة ينضم إلينا من لندن مراسل حدث مصطفى زارو وكذلك من واشنطن مراسل حدث الزميل بير غانم مرحبا بكم أبدأ من عندك يا مصطفى لأسأل عن العقوبات ومسألة الداخل البريطاني فيما يخص هذه الأزمة الحالية الموجودة في أوكرانيا روسيا وأوكرانيا العقوبات المالية الموجودة حاليا من القبل الطرف البريطاني كيف يمكن أن تكون فعالة إذا كانت الأخبار تشي وتنقل بأن لا موقفا موحدا بين الجانب الأوروبي وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة إلى حد ما هناك تنسيق بين الحلفاء والشركاء لأن تكون الرسالة موحدة وأن تكون فعالية العقوبات جيدة للغاية لتعطيل الاقتصاد الروسي هناك عدة مصارف تم وضعها على لائحة العقوبات البريطانية بالإضافة إلى أفراد وأيضا كيانات منها شركات صناعية رئيسية روسية يعني تدعم الحرب الروسية تم وضعها على قائمة العقوبات العقوبات تتجاوز مجموعها المليارات مئات المليارات من الجنيهات بين مصارف هناك مصرف مثلا VTB ثاني أكبر مصرف روسي رأس ماله أكثر من 154 مليار جنيه استرليني هذا البنك هو الآن في مصنف ضمن العقوبة البريطانية بالإضافة إلى الشخصيات الفردية مثلا شخصيات معروفة محسوبة على الدائرة الضيقة لبوتين وأيضا هناك مساعي أخرى قالت وزيرة الخارجية ليسترس بأن هناك لائحة جديدة سيتم إصدارها قريبا تضم 570 فردا من أعضاء الدومة وأيضا من أعضاء المجلس الاتحادي سيكونون ضمن هذه العقوبة ولكن بالطبع يجب الإنتظار قليلا بينما يتم تمرير قانون لملاحقة هؤلاء وأيضا كشف الشركات التي تستخدم من قبل أثريا روس للتخفي وأيضا لأن لا يكونوا على الواجهة في استثماراتهم هنا في المملكة المتحدة طيب الاتحاد الأوروبي أيضا فرض يا مصطفى عقوبات على وسائل إعلام روسية وسأسألك عن بريطانيا بعد أن أرحب بزميل حسين قنيبر الذي انضم إلينا وأسأل كذلك الأستاذ بيير عن مسألة الاجتماع الذي عقد أو انتهى للتو بين الرئيس الأمريكي وأعضاء الناتو والغريب يا بيير بأن اليابان حضرت هذا الاجتماع بدون شك أن هذا مؤشر خطير جدا بالنسبة لروسيا فأن تجتمع دولة مثل اليابان في قمة مع الدول الصناعية ومع أمين عام حلف شمال الأطلسي هذا أمر ضخم هناك الكثير من الدول المحايدة التي تأخذ موقفا واضحا معاديا للتصرفات الروسية في أوكرانيا وقد شهدنا على ذلك من دول مثل فنلندا وسويسرا وأيضا اليابان كما أشرت نحن بانتظار بيان البيت الأبيض حول مضمون هذه القمة الذي أخذت ساعة تقريبا بين الرئيس بايدن وباقي الأصدقاء والحلفاء ولكن بدون شك يجب النظر إلى أن هناك وحدة في الموقف الدولي معادل لروسيا طيب أحسين أريد أن أسأل فيما إذا كان هناك مبادرات من الحدود البولندية الأوكرانية بالطبع ينضم إلينا موفد الحدث الزميل حسين قنيبر فيما إذا كان هناك مبادرات فردية لإيواء اللاجئين أو أن الأمر متروك بطريقة غير منظمة مساء الخير حسين تشاهد خلف هذه الحافلة هي واحدة من عدد كبير من الحافلات التي تصل من أوكرانيا عبر معبر ميديكا إلى مدينة بشامسليش الصغيرة عند حدود بولندا مع أوكرانيا كل عشر دقائق تصل حافلة يستقبلها متطوعون وهنا أعود إلى سؤالك متطوعون يحملون لافتات تعرض على الواصلين إقامة مجانية لمدة محدودة أو مفتوحة في منازلهم أو في منازل أصدقائهم ويعرضون عليهم النقل مجانا إلى مدن بولندية أو إلى مدن خارج بولندا في أوروبا في دول أوروبية مجاورة هذه المبادرات الفردية غير مسبوقة طوال تغطية لأزمات اللاجئين على مدى السنوات الماضية على سبيل المثال شخص يقترح أن ينقل أربعة أشخاص إلى مدينة تقدانسك وأن يقيموا في شقته مجانا أشخاص آخرين يقترحون نقل لاجئين إلى تشيكيا أو إلى ألمانيا أشخاص جاءوا من برلين لينقلوا لاجئين إلى ألمانيا سأطرح سؤالا على مجموعة من اللاجئين على شخصين من اللاجئين هل وصلتم اليوم من أوكرانيا؟ كيف حصلتم اليوم من أوكرانيا؟ حتى الآن وصلت للتو من الحافلة التي كنا نصورها ما هي خطتكم البقاء في بولندا أو الذهاب إلى بلد آخر في أوروبا؟ بنتها تعيش في بولندا جاءت إلى هنا مع ابنها وابنتها ستأتي بعد أربع ساعات إلى هنا لتأخذهما إلى منزلها ابنتها إذن مقيمة في بولندا لكنها ستعود الليلة إلى زوجها في أوكرانيا بعد أن تستقبلها ابنتها مع ابنها ابنها سيبقى هنا وهي ستعود إلى زوجها في أوكرانيا هذا بعض من الصورة هنا وهذه الحافلات لا يتوقف وصولها خلال خمسة عشرة ساعة فقط إحسين وصل من أوكرانيا خمسة وأربعون ألف لاجئ حتى الآن ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية قبل أيام تقول للأمم المتحدة أن حوالي نصف مليون لاجئ أوكراني غادروا بلدهم من بينهم مئتان وواحد وثمانون ألفا إلى بولندا وحدها بمعنى أن بولندا تستقبل أكثر من خمسين في المائة من اللاجئين الأوكرانيين ولو كان لدينا المزيد من الوقت مثلا في هذا البرد القارس هذه العائلة تنتظر أشخاص آتون من برلين لنقلهم إلى ألمانيا متطوعون سيستقبلونهم في بيوتهم مجانا إذا بقيت لي دقيقة واحدة ننتقل إلى الجانب الآخر الوضع مؤثر جدا هنا مئات المتطوعين يستقبلون مئات اللاجئين ويقدمون لهم وجبات طعام وأيضا ألبسة وأغطية هذا هو الجانب الآخر من مركز استقبال اللاجئين هنا أعداد كبيرة من المتطوعين وأيضا أطفال في هذا البرد القارس تشاهد الأطفال تقدم لهم بعض الألعاب وطبعا هناك أغطية وألبسة البرد قارس جدا هنا درجة الحرارة هي تحت الصفر تشاهد هؤلاء يلتحفون ما يمكن أن يقيهم من البرد ومن بينهم أطفال أيضا المشهد مؤثر جدا الاتحاد الأوروبي دعا دوله إلى تخفيف القيود الإدارية للسماح للاجئين الأوكرانيين بالدخول إلى دوله حتى القيد الصحي المتعلق بضرورة إبراز نتيجة سلبية لفحص كورونا لم يعد مفروضا على اللاجئين الأوكرانيين رومانيا مثلا وهي إحدى أفقر دول أوروبا الشرقية قالت أنها مستعدة رغم ظروفها الاقتصادية لاستقبال ما يقرب من نصف مليون لاجئ أوكراني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتوقعان أن يصل عدد اللاجئين الأوكرانيين إلى مبين أربعة وسبعة ملايين لاجئ إذا ما استمرت الحرب الروسية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تشاهد هذا المشهد مشاهد مؤثرة ولكن أعرف أن لا وقت لديك لأكثر من ذلك لأنه ثمت زملاء آخرين أيضا سأعطيهم الكلمة عذرا على الإطالة حسين شكرا جزيلا لك حسين الصورة تفرض نفسها ولا ضيرة لدى بيير ولا مصطفى ولا راغدة التي انضمت إلينا الآن ونرحب بها الزميلة راغدة بهنام ومن ثم عود إلى زميلي مصطفى وبيير راغدة مرحبا بك فيما يخص الموقف الألماني أعلنه المستشار بأن ألمانيا ماضية مع واشنطن في مسألة العقوبات هل الموقف داخل الحكومة الفيدرالية الألمانية موحد في هذا الشأن خاصة مع بعض الحديث أن مسألة نوردستريم غير مشمول بهذه القضية موقف الحكومة بالفعل هو موحد في البداية ربما يمكن كان الكلام على أنه كان هناك تلكء من المستشار الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي هذا الحزب الذي روج لسياسة تقارب مع روسيا لفترة طويلة لعقود ولكن كان هناك تشدد في المقابل من حزب الخضر الذي هو يتحكم بوزارة الخارجية يعني وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينا بيربوك تنتمي لحزب الخضر وهي منذ ما قبل الحملة التي ترشحت فيها لمنصب المستشار وخسرت كان دائما موقفها بيئة تصلب أكثر مع دول مثل روسيا والصين وهي أصلا دائما كانت تسبق المستشار منذ أن بدأت هذه الأزمة مع روسيا في التصريحات الداعمة لأوكرانيا والمحذرة لروسيا ولكن الآن أولاف شولتس وصل إلى نقطة قبل فيها مواقف حزب الخضر وقبل بأنه على الحكومة الألمانية أن تكون متناغمة في خطواتها وفي قراراتها مع الدول الغربية ومن هنا كانت قراراته التاريخية والجريئة جدا في الواقع التي اتخذها في الأيام القليلة الماضية أولا بإغلاق مشروع بتعليق العمل بمشروع نورتستريم 2 ثم بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج الإجمالي العام ما سيجعل ألمانيا أكبر قوة في أوروبا تصرف على ميزانها الدفاعي هذا ما كان يتخوف منه الأوروبيون لعقود طويلة وخطوات أخرى اتخذها أولاف شولتس سميت هنا بالجريئة وبالفعل هي جريئة جدا نظرا لتاريخ ألمانيا ولتمسكها بعدم تغييرها لعقود طويلة طيب ستبقين معنا راغدة مصطفى ماذا بالنسبة لوسائل الإعلام الروسية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على هذه الوسائل التي تعمل في الجغرافيا الأوروبية ماذا عن بريطانيا هذا السؤال كان قد طرح على بوريس جونسون في جلسة برلمانية لماذا لم يتم منع بث قناة RT الممولة من قبل الكريملين وكان جوابه بأن الحكومة ليست مسؤولة عن منع وسائل اتصال مرئية أو غير مرئية ولكن هناك هيئة معنية بذلك وهي هيئة الاتصال وتنظم وسائل الإعلام بمختلف أنواعها هذه الهيئة فجأة اليوم تم تأكيد بأنها بدأت 15 تحقيقا في حيادية أخبار أو برامج إخبارية في القناة وقالت بأنها شهدت زيادة كبيرة في عدد البرامج التي تستدعي التحقيق فيها يجب التذكير بأن هذه القناة سبق أن تم تغريمها بـ 200 ألف جنيه إستريني عام 2019 ولكن لم تسحب هذه الرخصة يعني الغرامة هي كانت عالية جدا بسبب خرق قواعد الحيادية في القوانين البريطانية وخاصة مثلا أعطيك مثلا بمسألة هذه الحيادية كان هناك نائب سابق عمالي اسمه جورج جالوي كان يقدم برنامج وخلال هذا البرنامج شكك في تسميم الضابط استخبارات روسي في مدينة سالسبرغ بمحاولة تسميمه هو وابنته ولهذا تم تغريم هذه المؤسسة الإعلامية الروسية لخرقها هذه القواعد يعني من بين العشر برامج كانت هناك سبعة برامج خرقت هذه القواعد خلال ستة أسابيع وبتالي التوجه الآن هو التسريع في تحقيق في هذه البرامج وربما ستؤدي إلى سحب رخصة قناة RT طيب بيير يبدو أن روسيا استعدت لمسألة العقوبات حتى أن مؤشرات اقتصادية تقول بأن المصرف المركزي الروسي بات أكبر رابع يخزن النقد الأجنبي منها الدولار مثلا هل لدى واشنطن كونترول من أجل أن لا يسمح باستخدام هذه الأوراق المالية رقم تسلسل ما كيف يمكن شرح هذه القضية الحكومة الأمريكية لديها سيطرة كاملة على حركة العملة الأمريكية بكل بساطة لو أردت أن تستعمل تحويل مصرفي من فرع في مدينة لنقول أنها القاهرة من فرع إلى فرع آخر وهو بالدولار فإن هذا التحويل يذهب إلى نيويورك ومن نيويورك يذهب إلى المدينة الأخرى فإذا من القاهرة إلى الإسماعيلية أنت تذهب عن طريق نيويورك ما حصل اليوم هو أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي وبالتالي ربما يكون لديه تريليون دولار في احتياطياته ولكنه لا يستطيع استعمال هذا الاحتياطي لأنه لن يتمكن من العبور عبر مدينة نيويورك وبالتالي كل ما استعد له الروس من تجميع الأموال بالعملة الأمريكية أصبح هباء ومجمدا في هذا الوقت طيب راغدة كل الحديث فيما يخص العقوبات الألمانية هو عن نورد ستريم 2 ماذا عن نورد ستريم 1؟ بالفعل هذا سؤال مهم جدا لأنه الآن هذا الخط الذي أبيه بنورد ستريم 1 هو الذي يوصل في الواقع الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر أوكرانيا ألمانيا الآن تعتمد في نفطها أو في طاقتها بنسبة 20% أو أكثر بقليل على الغاز الروسي ولذلك هي الآن تبحث عن بدائل كان هناك اجتماع بين شولتس وبين الرئيس الأمريكي قبل أن تبدأ هذه العملية العسكرية لبحث من أين يمكن أن تأتي ألمانيا ببديل عن الغاز الروسي في حال أن قطع هذا الغاز الروسي ولكن بالفعل هناك قلق كبير الآن من أنه أي خطوات قد تصاعدها أكثر الحكومة الألمانية قد تدفع بروسيا وهو ما هددت به قبل قليل أصلا بأن تقطع ربما هذا الغاز رغم أنه هي المستفيدة الآن لأنه تستفيد من المدخول من عائدات هذا الغاز ولكن مع عقوبات لسوفت قد يصعب أصلا على الألمان أن يدفعوا مقابل هذا الغاز كان هناك أيضا سمعت من نائب أوكراني من حزب الرئيس قبل يومين يقول بأن أوكرانيا أصلا قد تبادر هي لكي تقطع أنبيب الغاز أو لكي توقف الغاز الروسي من وصوله إلى الأراضي الأوروبية لأنه كان يقول بأن هذا قد يكون لأسباب أمنية لأنه قد تهدد أو قد تستهدف القوات الروسية أنبيب الغاز هذا وهذا سيشكل خطر على قواتنا هو كان يدعو الحكومات الأوروبية وألمانيا تحديدا إلى أن توقف استراد الغاز الروسي في هذا الوقت وقال بأنه إذا هي لم تتخذ الخطوة الأولى قد يتعين على أوكرانيا أن تتخذ هذه الخطوة لذلك هذا بالفعل مشكلة كبيرة الآن بالنسبة للحكومة الألمانية شكرا جزيلا لكم الزملاء راغدة بهنام كنت معي من برلين وأشكر كذلك من واشنطن مراسل حدث بير غانم وأشكر من لندن مصطفى زارو شكرا جزيلا وكنت قد شكرت زميل حسين قنيبر من على الحدود البولندية الأوكرانية وقع الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي ونشر التلفزيون الأوكراني وثيقة منسوبة للرئيس زيلنسكي مؤرخة بتاريخ اليوم الثامن والعشرين فبراير موقع أكسيوس نقل أن الرئيس زيلنسكي طلب من بايدن والنيتو فرض حضر طيران فوق أجزاء كبيرة من أوكرانيا مضيفا أن زيلنسكي قال أنه يمكن لأوكرانيا هزيمة روسيا إذا قام حلفاؤهم بدورهم أكد مسؤول أمريكي في وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الروسية لم تحقق تفوقا جويا فوق أوكرانيا حتى الآن أضاف المسؤول الأمريكي أن روسيا ستقوم بتطويق كييف خلال الأيام المقبلة محذر من أن بطء التقدم الروسي قد يجعل القوات أكثر وحشية المسؤول في البنتاجون أكد أن روسيا أدخلت نحو 75% من قواتها القتالية التي حشدتها حول أوكرانيا إلى المعركة مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تراقب القوات النووية الروسية عن كثب ولم تلحظ أي تحركات استجابة لتوجيهات بوتين قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن إرسال الأسلحة إلى الأراضي الأوكرانية يجب أن يتوقف لأنه سيخلق حالة من عدم الاستقرار سيزدخوص أكثر على الأسلحة إلى المقصد والفاكور ويلاد في أي حالة أيضاً ستستويات الأوروبية مثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب فوريل أكد أن الدول الأعضافية وقررت زيادة دعمها العسكرية لأوكرانيا من أجل وقف الأعمال العدائية من قبل الرئيس الروسي الدول الأعضاء قررت زيادة دعمها العسكري لأوكرانيا وزيادة الجهود بالاستناد إلى التنويل الذي يوفره الاتحاد الأوروبي من أجل وقف الأعمال غير المقبولة من قبل بوتين بدعم لوكاشينكو أعلنت وزارة ودفاع روسية وضع قوات الصواريخ الاستراتيجية وأصول شمال المحيط الهادئ وطائراتها طويلت المدى في حال تأهوب قصوى وأعلان الوزارة أشار إلى أن وزير الدفاع سيرجي شويغو أبلغ القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس فلاديمير بوتين أنه تنفيذا لأوامره فقد تولت القيادة الميدانية المسؤولية عن وضع قوات الصواريخ الاستراتيجية ووصول شمال المحيط الهادئ وطائراتها طويلت المدى في حال تأهوب قصوى اشتركوا في القيادة اشتركوا في القيادة اشتركوا في القيادة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بالاضافة الى ست اخريات يطالبنا الناتو من اجل انضمام اوكرانيا الى حلف الناتو باتت الدول ثماني دول تطالب بانضمام اوكرانيا الى حلف الناتو امر رئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادات الجيش الروسي بوضع قوات الردع التابعة للجيش الروسي في حال تأهب قتالي خاص فما هي القوى الرادعة بالفعل القوى الرادعة الروسية قوة هائلة فهي مثل اي ترسانة ينقسم المكونها النووي الى فئتين الاسلحة الهجومية وكذلك الدفاعية فيما يتعلق بالاسلحة الهجومية تمتلك روسيا الفا ومائة وخمسة وثمانين رأسا نوويا يمكن اطلاقها بواسطة ثلاثمائة وستة صواريخ باليستية عبر القارات يجري اطلاقها اما من صومعا او من حاملة متنقلة وكما يمكن لروسيا الاعتماد على نحو ثمانمائة رأس نووي مركبة على عشرات الصواريخ الباليستية الاستراتيجية من البحر الى الارض والتي تم اطلاقها من ثلاث غواصات للصواريخ الباليستية نووية عمليا الجيش الروسي قادر على رمي خمسمائة وثمانين رأسا حربيا من طائرات توبليف القاذفة وفي المجموع تمتلك الدولة الفين وخمسمائة وخمسة وستين رأسا حربيا نوويا هجوميا من الناحية الدفاعية فان روسيا مجهزة بالصفة جيدة ما يمكنها من الاعتماد على ثلاثمائة وسبعة وثمانين رأسا نوويا يمكنها استخدام ذلك هذه الرؤوس النووية باستطاعة روسيا تركيبها على ما يقرب من تسعمائة صواريخ وصواريخ مضادة للصواريخ الباليستية وبمقدورها ايضا اطلاق نحو خمسمائة رأس نووي من طائرات مقاتلة من طراز توبليف وسوخوي وميغ وطائرات اخرى وتشمل الدفاعات الروسية ايضا درعا صاروخيا وانظمة تحكم في الفضاء ودفاعا جويا ومضادة للأقمار الصناعية اجمالا تمتلك روسيا نحو ستة الاف رأس نووي مما يجعلها القوى الرائدة في العالم في هذا المجال قبل الولايات المتحدة ومع ذلك ليست جميعها جاهزة للعمل باستثناء ما يقرب من الف وستمائة رأس حربي نووي منتشر حاليا وجاهز للاستخدام اشتركوا في القناة 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 اذا مشاهدين ننتقل الى هذه الكلمة للمندوب الروسي في الامم المتحدة نتابع ومن ثم نعود الى هذه التغطية اشتركوا في القناة وبانتهاك صارخ لالتزامات اتفاقات البلد المضيف التي اخذوها على عاتقهم ويقولون لنا بانهم يعلنون عن دراج اثنين عشر شخص من وفدنا ويطالبونهم بالمغادرة بحلول الثاني عشر من مارس الدبلوماسيون اماميون زاروا الوفد الروسي واعطونا مذكرة مفادها يجب ان قم بيطالبون به نحن نرفع الى الامين العام مسارة التحكيم مع البلد المضيف والتي تنتهك بشكل صارخ الالتزامات اتفاق البلد المضيف الى الان لم يفعل ذلك ولكن حان الوقت هذه انباء ساخنة بلغتني للتو ولهذا السبب اضطررت للاجابة عن المكالمة اثنين عشر دبلوماسيا من هم من هم ارفعهم في الوظاف المستويات لا اعرف منهم لكن العدد مية عشر لا احد في القاعة على ما امن لا احد منكم على الاقل عودة الى الامر هذا نبع خبر محزن ودام احترام بشكل صارخ لتزامات البلد المضيف ضمن ايطار او التزاماتهم سواء تحت ميثاق البلد ومتقال الاممتحدة عودة الى اوكرانيا هل اعطوكم سببا ما السبب لا اعرف السبب الى الان لم اقرأ المذكرة سأعطيكم مزيد من المعلومات لاحقا عودة الى اوكرانيا النزاع له تاريخ طويل لم يبدأ عام 2013-2014 لكن في 2014 كانت لحظة حاسمة في ما كان يتنامى في اوكرانيا بعد استقلالها ونجم عن انقلاب غير دستوري وحرب نظام الاوكراني ضد شعبه ضد كل من تظاهر وعارض نظام الميدان كانوا يحاولوا ان يطبقه على مدى ثمانية اعوام ونحن نحاول سوء الحظ عبثا ان ندفع الحكومة او السلطات الاوكرانية لالتزام باتفاق مينسكو ولكن في عام 2015 السلطات الاوكرانية اختارت تخريب اولا وبعد ذلك وبكل بساطة نكران وإلغاء وتركي التزاماتهم ضمن اتفاق مينسكو وقال ذلك كانوا يحاولون تجاهلها وتجاوزه ويشقون طريقهم حسب ما يناسبهم ولكن بعد ذلك بدأ جليا بأن لا شيء ينجح معهم وفي فبراير ويناير عشرين وعشرين عندما بدأ الغرب بتزويد السلطات الاوكرانية بأسلحة فتاكة بينما قامت السلطات الاوكرانية بحشد مئة وعشرين ألف مقاتل على حدود الدنباس وعندما قاموا بزيادة انتهاكاتهم ضد الدنباس من خلال القصف وقتل الأشخاص هناك أدركنا بأن هذا لن يقودنا إلى أي نتيجة ولهذا السبب اتخذ رئيس بوتنا القرار بالاعتراف بجمهورية تيلوغانس ودونتسك وضمن المعاهد التي توصلنا إلى معهم عرض عليهم المساعدات العسكرية ولهذا بدأنا هذه العملات العسكرية في دنباس وفي أوكرانيا وهي كما قلت اليوم في الجمعية العامة هي الحرب نحن لم نبدأها بالأوكرانيا أعتقد بأنكم جميعا تعرفون بأننا ولأكثر من مرة قلنا بأننا لم نخطط أي عملات عسكرية في دنباس ما لم السلطات الأوكرانية وجيش الأوكراني سيهددون هاتين الجمهورية بشكل مباشر وكان هذا هو الحال بالفعل ولدينا معلومات ذات مصداقية أنه كانت هناك خطة عسكرية ولذلك هذه الخطة كان لا محالة منها شكرا معالي للسفيرة فاميلا فو من سي بي اس نيوز هناك بعض التقارير من اجتماعي الحدود في بلاروس بين روسيا وأوكرانيا من وجهتي نظريكم ما الذي سيحقق السلام في أوكرانيا وسحب القوات الروسية ومتابعة لسؤال فاليري الدولة بعد أخرى بدأت تأتي إلى منصة الجمعية العامة دعماً لأوكرانيا وتشعر بأن روسيا هي المعتدية ما رأيكم بذلك أن لم يكن العزلة؟ ما سيحقق السلام في أوكرانيا؟ قلنا بوضوح بأنه نزع السلاح والتخلص من النازية في أوكرانيا وهذا يتسبب خطر واضح وجليء بالنسبة لنا وكذلك في سياق الاستقار الجيوسياسي كما قال رئيس بوتين إن لم يكن اليوم فغداً يوماً ما حتى وإن كان بعد خمسين عاماً أوكرانيا قد وربما ستصبح عضواً في الناتو وهذا سيدفع الناتو ويصل بهم إلى الحدود الروسية وهذا سيمثل تهديداً وجودياً بالنسبة لنا وهذا لن نسمح له بالحصول ما سيحقق السلام في أوكرانيا أجبت خلال محادثاتنا على حدود أوكرانيا وبلاروس ختمت في هذه المرحلة والنتيجة أو تفاصيل هذا أنا لا أعرفها ولكنني أعرف بأنه كان هناك قرار لإستيناف هذه المحادثات متى وأين لا أعرف بعد ربما في نفس المكان هناك تقارير عن أرض مشتركة هل هناك أي أرض مشتركة لا أعرف التفاصيل كما قلت ولكنني أعرف بأن رئيس بوتينت اليوم تحدث مع رئيس ماكرون وأذرج تلك الشروط التي طالبناها من الأوكرانيين وهي معروفة كما قلت نزع السلاح من أوكرانيا والتحلص من النازلين في أوكرانيا والالتزام بحالة الحيادية وعدم الانضمام إلى الناتو وعدم نقل الاستحيلة حدودنا هل هناك سؤال لم أجب عنه طراحته ميشيل حول التقارير حول مئة مدني ومقتل مئة مدني هناك تقارير كثيرة اليوم وقلت هناك الكثير من الأنباء الكاذبة إذن مشاهدين هذا المؤتمر الصحفي لمندوب روسيا في الأمم المتحدة يتحدث بأن الغرب بدأ يزود أوكرانيا بأسلحة وهذه النقطة لا يمكن السكوت عليها كما قال وهي مسألة غاية في الأهمية والخطورة كما قال المندوب الروسي المندوب الروسي يتحدث ضمن هذا المؤتمر عن النقاط وسؤل أكثر من مرة فيما إذا كان هناك أرض مشتركة بين البلدين أوكرانيا وروسيا وقال بأن هذا الموضوع ليس لديه تفاصيل فيه إذن سنكون مع تبعات هذه الكلمة والنقاط التي أتى عليها المندوب الروسي إذن ننتقى المشاهدين لمتابعة المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكي البينتاكون إذن مشاهدين نحن تفرض علينا التغطية المباشرة للأحداث حتى أن ننتقل إلى هذا المؤتمر الصحفي إذن مشاهدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتبعات هذه العملية والاجتماعات الدولية فيما يخص هذه الأزمة تفرض علينا المتابعة المباشرة ويعذرنا الضيوف لأن مسألة متابعة الخبر ستكون متلاحقة وبالطبع سنناقشهم فيها ونتابع هذا المؤتمر للبينتاكون أقول أنه لا توجد آلية لتفادي الاشتباك في الفترة الحالية لكننا ندرك أهمية تفادي المجابعة والتصعيد وكنا قد طبقنا هذه الألية في مناطق مختلفة في النيتو وقمنا باستطلاع بعض بعض الاحتمالات بأنه إذا ما كانت هناك أي آلية لتفادي التصادم فهذا ما سيتم العمل عليه هل تناقشون هذا الأمر في البينتاكون هل هناك أي آلية سوف تطرح في النيتو نعم إننا نقوم باستطلاع الخيارات المتاحة لا توجد لدينا أي قرارات حول من قبل الروس بأنهم سوف يكونون مهتمون في نظري لهذه الخيارات لا بد لهذه الخيارات أن تطبق من طرفين لكننا سوف ننظر كيف سوف تكونوا عليه ومن هذه الخيارات سوف تكون ضمن التحالف بدلا من الولايات المتحدة منفردة يبدو أن روسيا قد لم تظهر أي اهتمام بإقامة مثل هذه الآليات يبدو بأن هناك استهداف للمدنيين وكنا قد سمعنا عن قرارات إغلاق المجالات الجوية من وإلى روسيا هل لكم أن تذكروا لنا عن أعداد القوات قوات الاستجابة التابعة للنيتو التي تم نشرها لم يكن هناك أي طلبات إضافية لكن الوضع الدينامي يتغير ونحن على تواصل مع شركائنا وحلفائنا ولا أعلم ما الذي قد يحدث حول الوضع في أوروبا كيف سوف يكون عليه الحال لا يوجد لدي أي تحديث لكم حول قوات استجابة حلف النيتو أو القوات التي قمنا بساهمنا بها تحدث الرئيس عن سبعة آلاف جندي أمريكي قد يكون هناك بعض العناصر من مساهمات من قبلنا للقوات للفريق للقوات المشاركة التي تعمل عليها النيتو وعلى تشكيلها لكننا نتحدث مع النيتو في بروكسل عن كافة الخطط لكن الوزير أوستين كان واضحا بأنه في حالة تم تفعيل هذه تم تفعيلها فسوف نكون مساعدين ولهذا أرسلنا قوات وهي في أهبة الاستعداد إذا ما جاءت متطلبات من التحالف متطلبات محددة إلينا فسوف نعمل على ذلك أما بالنسبة للقوات فقمنا بنشرها بصورة أحادية في عدة دول وهم مستمرون في التدريب والعمل مع الدول المستضيفة لهم بالإضافة إلى مع بعض دول حلف النيتو في أي مكان في دول البلطيق أو في دول بلغاريا رومانيا هونغاريا ويستمرون في التدريب مع شركائنا والدول المستقبلة في بولندا كما تعلمون هناك قوات إعادة هناك قوات تم نشره هناك إذا ما ظهرت أي حاجة لوصول القوات الأمريكية لمؤزرتها فكرة وهم مستعدون للقيام بهذه المهمة لكن حتى اللحظة لم يكن هناك أي خروج لعداد كبير من المواطنين الأمريكيين من أوكرانيا وهؤلاء الذين جاءوا حتى اللحظة لم يكنوا بأي حاجة لمساعدة من القوات العسكرية الأمريكية وإذ كان هناك وسائل مواصلات ونقل جيدة لهم في بولندا كم عدد الأيام قد يكون الروس قد تأخروا عن خطتهم الأصلية وفقا لما رسموه كان يتوقع منهم أن يكونوا في كييف وفقا لخطتهم الأصلية لا أود أن أخوض في تفاصيل الخطة العسكرية الروسية هنا لذا من الأفضل أن نتحدث عن مآرب خطتهم نعتقد أنه قبل بضعة أيام من حيث كانوا يتوقعون بأن يكونوا قد سيطروا على أرجاء كبيرة من أوكرانيا فهم متأخرون عن الجدول في هذه المرحلة هل لكم أن تقولوا لنا إلى أي حد كانت أوكرانيا تستخدم الأسلحة التي تم تقديمها لهم بسرة فعالة هناك بعض الأسلحة التي تم تقديمها ونعلم أن القوات الأوكرانية تستخدم أعدادا كبيرة من الأنظمة والمعدات التي تم تقديمها ليس فقط من قبل الولايات المتحدة بل من قبل لدول أخرى وتستطيعون أن ترون بعينكم من خلال التقارير التي تأتي من الأرض وبصور شخصية فالأوكرانيون كانوا فعالين في استخدام تلك الأنظمة والتجهيزات العسكرية ويقايمون ويتصدون للقوات الروسية أودون ذكرا مجددا أن هذه أوضاع دينامية أنها حرب والحرب يمكن أن تحمل أخبار لا يصعب التنبؤ بها ولا أعتقد أن أي شخص بما في ذلك الأوكرانيون لا يدركون مدى قدرات الروسية التي يتصدون لها ما الذي سوف تفعله الدول الحلفاء الناتو إذا ما استهدفت روسيا تلك الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا وخاصة أن روسيا قد حذرت بأن توريد هذه الأسلحة يعد أمرا خطيرا لن أدخل في الفرضيات سوف نستمر في تقديم المساعدة بصورة متسقة للقوات الأوكرانية ونبحث بكافة السبل الفعالة لهذا الغرض ومن أجل مؤذرة أوكرانيا في مجابهتها للروس بالتعاون مع الشركاء والحلفاء ولكنني سوف أمتنع عن أعطاء إجابات على أسئلة افتراضية فيما يخص أي عرقلة محتملة لتلك المساعدة مايكي جلين مرحبا جون شكرا جزيلا قد تم انتهاك معظم قواعد الحروب ويبدو أن أوكرانيا الآن لم تعد تسيطر على المجال الجووي ولوجد لديها قوات متمركزة في الموضع الصحيح إن سؤالي هو هل هل أدركتم هنا مدى تطور هذا الموقف ومدى فداحة الأمور إننا نقيم الأوضاع بصورة يومية وإننا نمتنع عن تقييم أي تقييمات أو أعطاء أي تعليقات على التقارير هذا هو اليوم الخامس ومن الواضح أن الروس لم يحققون التقدم الذي كانوا يبحثون عنه في اليوم الخامس لكن هذا لا يعني بأنهم سوف لن يعملون على إيجاد سبل أخرى والأوكرانيون سوف يحاربون من أجل بلادهم ما الذي قد يحمله يوم الغد أو ما بعد ذلك لا نعلم لكن من الواضح أن الروس واجهوا تحديات خاصة بهم وجوبه بمقاومة لم يكنوا ليحسبوا لها حساب لكن قد يصب علينا قراءة والتنبؤ بما يحدث ولا سيما في الأيام القليلة الماضية وإلى أين سوف تتجه هذه الحرب وعلى العل أضيف هنا أن الاتجاه الذي قد نذهب إليه هو نتيجة ديبلوماسية سلمية فما من مانع يحول دون قيام الرئيس بوتن بهذا الأمر من أجل وقف هذه الحرب وتخفيض التوتر وإعادة الانخراط بنوع من أنواع الدبلوماسية السلمية فلنأمل أن هذا قد يكون هو الوضع لكن الأمور لا يبدو أنها تسير بهذا النحو هناك تقارير تشير إلى استخدام الروس للقنابل العنقودية بالنسبة لهذه الأسئلة لا نستطيع أن نتحقق من صحة هذا الأمر إذن هذا المؤتمر الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون متواصل نقطة هامة أتى عليها الناطق باسم البنتاجون بأن مزيد من القوات الإضافية إلى أوروبا استعدادا لأيطار من قبل حلف الناتو وأذهب بهذه النقطة إلى ضيفي الذي انتظرنا طويلا مشكورا من القاهرة دكتور محمد مجاهد الزياد مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية مرحبا بك يا دكتور مزيد من القوات للناتو إلى أوروبا استعدادا لأيطار ما المخاطر المحتملة لإقدام الناتو على الزج بالمزيد من الأسلحة في شرق أوروبا ومسألة خطوط روسيا الأخيرة يعني هو الموقف له شقين الشق الأول قوات تذهب إلى دول الناتو منها قوات أمريكية أو غيرها لحماية الدول الناتو لو تطورت مواجهات ما بين روسيا وأي من هذه الدول التي بدأت تحشد قواتها على منطقة الحدود وليست هذه القوات بالتأكيد حتى هذه اللحظة ليس المقصود منها أن تشارك في مواجهة العملية العسكرية أو الغزو الروسي لأوكرانيا هذه النقطة الأولى أما النقطة الثانية هي الإمداد بالأسلحة وهو مستمر ولعل البيان الصحفي لمسؤول البنت ونوضح كذلك الناس فتستمر رغم التحذيرات الروسية الخاصة بهذا الأمر وأعتقد أن المساعدات العسكرية الحديثة والتي وصلت بكميات كبيرة لو حوالنا أن نحصيها على الأقل بدأت حوالي سبعة تلاف صوروخ مضاد للمدرعات والدبابات وهذه هي التي أدت إلى نوع من البطء في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ولعلك تلاحظ أنها في اليومين الأخرين لم تتمكن القوات الروسية من استلاء على خاركيف ولا تزال المعارك جارية وتركز على عملية محاصرة المدن لكن من ناحية أخرى بالفعل من الواضح أن الروسية نجحت في تحييد القوات الجوية أو الدفاع الجوي الأوكراني والدليل على ذلك أن هناك رصد لحوالي لقافلة طولها 27 كيلو متر تمشي في العراء دون تعرض لها من قوات جوية أوكرانية الأيام القادمة أعتقد سوف تتجه إلى نوع من التفاهمات حديث الرئيس ماكروم مع الرئيس بوتين وحديث المسؤول في البنتاجون عن الزهابة العملية السلمية ربما تكون المخرج لهذه الأزمة المتصاعدة دون حسب طيب دكتور استطاعت القوات الروسية أن تحيد المدنيين خلال دخولها البعض يقول بأنها نقطة شديدة الأهمية بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين كي لا يثار الرأي العام الأوروبي الأمريكي عليه من الشعب عندما يشاهد هناك مدنيون في الأرض وبالتالي هذه نقطة يجب أن تكون دقيقة هو حريص على ذلك ولعل الرصد الأوكراني ذاته أن عدد الذين قتلوا حسب وجهة نظر وزارة الدفاع الأوكرانية مئة شخص فقط حتى الآن في معارك تدور على اتساع الحدود الأوكرانية الروسية وخصف جو يتم لأهداف عسكرية منتقاء واعتقد أن حديثه مع الرئيس ماكرون فأنه يتجنب ضرب المدنيين سوف يكون عاملا واضحا خلال الفترة القادمة رغم محاولات وفيديوهات التي تنشرها الحكومة الأوكرانية للتأكيد عكس ذلك سوف يكون حريصا على ذلك بوضوح ولا يزال يتحدث عن الغاز الطبيعي وإمداده وعدم وقفه حتى يكسب رأي عام أوروبي في الدول ليست معركة عسكرية ولكنها معركة عسكرية وسياسية وإعلامية بالدرجة الأولى طيب الجانب البريطاني والأمريكي يا دكتور محمد البعض يتحدث بأنه لم يقف ولم ينفك عن تدريب القوات الأوكرانية وعن متطوعين منذ زمن لتحيّن هذه اللحظة المسألة من خلف ستار حتى هذا الوقت أو أنه من الممكن أن نشهد مستشارين من هذه الدول ليدخلون إلى العمق الأوكران لا أعتقد يدخل مستشارين أو قوات بريطانية أو أمريكية في هذا التوقيت بالتحديد ولا أعتقد أن أوكرانيا تحتاج إلى مثل هذا هي معارك محاولة لاستدراج روسيا لمعارك شعبية أو معارك حرب أهلية أو حرب شوارع وأعتقد أن روسيا متنبئة إلى ذلك بصورة كبيرة وتركز على القصف للأهداف الرئيسية ومحاصرة المدن يعني هي على بقى 30 كيلو متر من كييف منذ سلاسة أيام وتتحشى ذلك لا أعتقد لأن دخول قوات عسكرية على شكل مستشاريين أو غيره ومقتل أولاء الجنود معناها أنك بتنقل المعركة إلى مستويات أخرى ودخول هذه الدول في مواجهة مباشرة لا يحمد عقباها طيب محصن المنطقة يا دكتور محمد من أخطاء من الممكن أن تقود هذه المنطقة إلى مجابهة ونطاق جغرافي للمعارك أوسع بمعنى مسألة المعارك من الممكن أن تكون هناك أخطاء تقع هنا أو هناك وبالتالي تكون حجة لهذا الطرف أو ذاك ولعلك تتذكر أن البنتج أعلن أنه لا يزال هناك اتصال ما بين الجيش الأمريكي والجيش الروسي حتى لا تحدث أخطاء وفيما تعلق حتى أيضا بالسلاح النووي هناك خطوط اتصال واضحة بين الطرفين حتى لا يحدث خطأ أو فهم خطأ لإجراء يتم يمكن أن يرتب أمورا أكبر من ذلك الأمور بين الطرفين يجب أن تكون منضبطة وحريصين عليها بغض النظر عن السعي البريطاني بالتحديد لإصارة مشاكل كثيرة والحديث عن إعداد قوات للدخول إلى هناك وكأننا نعيده مرة أخرى إنشاء فيلق من الجهاديين يزب إلى المنطقة ونعيد تكوين ما حدث في أفغانستان سيتكرر هذا محتمل أن يتكرر عندما دعم الغرب يعني من سماهم بين قوسين المجاهدين في أفغانستان ضد روسيا مما اضطرها للخروج يا دكتور محمد بالضبط بالضبط هذا أخشى أن نكون البيئة مناسبة لمثل هذه الأمور والحديث عن فيلق من المجاهدين والمتطوئين مع انتشار الأسلحة بكل هذا الكم ووجود سائر قائم بين التنظيمات الجهادية وروسيا سواء في أفغانستان أو سوريا يمكن ودخول وانفتاح الحدود على دول كثيرة في أوروبا كانت تعاني من عملية المهاجرين الذين هاجروا إليها أو اللاجئين الذين جاءوا إليها من منطقة الشرق الأوسط يصير علامات استفهام في إمكانية حدوث مثل هذه الأمر خلال الفترة القادمة ويحتاج إلى متابعة كثيرة عندما يخاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين والأخبار ترد الآن ويقول لهم لا تقلقوا لن تكون هناك حرب نووية يعني إلى أي حد هذه الثقة من الرئيس بأن الموضوع محسوم خاصة مع ما أتى عليه الرئيس فلاديمير موتين بأنه يجب أن تكون جاهز هذه القادمة لأنه يعني هو بالطبيعي جميع الأجهزة الردع النووية جاهزة دائما يعني كلمة الرئيس بوتين ليست مقصود بها إجراء عسكريا متزايدا ولكن مقصود بها رسالة سياسية ورفع درجة التحزير من المعروف أنه لا منتصر في الحرب النووية سواء الذي يبدأ أو الذي يدافع وبالتالي هو يدرك تبا من الرئيس بايدن أن لا تغيير تم وكل تقارير المخابرات التي نشرت اليوم تؤكد أنه لم يحدث أي تغيير في وضع الأسلحة النووية في المسلس أو في السلوس الذي يسمونه سواء الطائرات بأيدة المدى أو الأساطيل المنتشر على اتساع العالم أو في المنظمات الصاروخية البلستية الموجودة داخل أراضي الروسية فهو متأكد أنه لن يحدث شيء ولم يحدث تغيير حتى الآن فيما يتعلق بهذا الأمر شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتور محمد مجاهد الزياد مستشار المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومرة أخرى نعتذر على طول الوقت ولكن الأخبار تفرض علينا ما هو خارج عن إرادتنا شكرا لك دكتور شكرا لك شكرا لك فاروانيسي هناك براتي باستخدام لا ترجع لك يجب ان يدفع وقت لهم لك هناك هناك مباشرة هناك رحل أزل جبانا ولم يقضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها منعت الأمريكيين من الانخلاط في أي معاملة تخص البنك المركزي الروسي وفرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على صندوق الثروة السيادي الرئيسي في روسيا وبحسب بيان الخزانة الأمريكية فإن العقوبات تسادف أيضا وزارة المالية الروسية كما فرضت واشنطن عقوبات على صندوق الاستثمار الروسي المباشر وعلى مديره كيرل ديمتريذ وبحسب البيان فإن العمل جارا على أعداد قائمة البنوك الروسية التي سيتم استبعادها من نظام سوفت اعتبر الإليزي أن أوروبا وحلفائها مستعدون لفرض عقوبات إضافية على موسكو وقال وزير المالية الفرنسي أن بلاده قرر التكثيف العقوبات على روسيا وفرض المزيد من العقوبات على البنوك الروسية وحصر كل الممتلكات الروسية الموجودة في باريس بغية تجميدها بطلب من رئيس الجمهورية نحن نتابع جرد الأصول المالية والممتلكات العقارية التي هي ملك للشخصيات الروسية الخاضعة للعقوبات وسيكون لدينا جميع الأدوات القانونية لتجميد مجمل هذه الممتلكات لقد قررنا تكفيف العقوبات ضد روسيا كما فرضنا المزيد من العقوبات على البنوك الروسية وتحديد الشخصيات الروسية التي ستخضع للعقوبات نراقب أيضا سحب وعزل البنوك الروسية من نظام سويفت وبصراحة هذه الآثار الفورية للعقوبات المفروضة باتت واضحة كتراجع العملة الروسية وتدهور الأسواق المالية الروسية قال الكريملين أن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع مع رئيس الوزراء ميخايل ميشوستين ورئيس البنك المركزي لمناقشة التخفيف من تأثير العقوبات الغربية واضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا لديها خطة للرد على العقوبات ويتم تنفيذها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن نبدأ مجلسي 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 موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة إلى نيويورك وجلسة لمجلس الأمن حول الأزمة بين أوكرانيا وروسيا لإتفاق المقر والإتفاقية فيينا بالإضافة إلى الكثير من السقوك الأخرى وذكر منذ أمد بعيد وذكرنا ضرورة الشروع في إجراءات التحكيم لضمان حسن سير العمل في البعثات لدى الأمم المتحدة للحظ هذا التحكيم لم يبدأ بعد وقد قيل لنا إنه لابد من اللجوء إلى الدبلوماسية والحلول الدبلوماسية ونحن نأسف بالغ الأسف لمثل هذا القرار الذي اتخذ للتو وسنرصد التطورات في هذا الإطار وندرس سياق هذا القرار أرى أن سعادة ممثل الولايات المتحدة قد طلب الكلمة شكراً سيد الرئيس أن وضع الدبلوماسيين الـ 12 ليس هنا المكان الأنسب لمناقشة هذا الموضوع نحن بصدد تناول الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في أوكرانيا ولكن بما أنك أثرت هذه المسألة أود أن أؤكد للزملاء بأن خطوة الولايات المتحدة حيالة بعثة الاتحاد الروسي تنسجم تماماً واتفاق المقر الموقع مع المنظمة وقد طلب إلى الدبلوماسيين مغادرة البلاد لطلاعهم بأمشطة لا تندرج ضمن المسؤوليات المنوطة بالدبلوماسيين وبالتالي فقد وجه إليهم طلب بمغادرة البلاد أتطلع إلى إسارة هذا الموضوع في إطار لجنة العلاقة مع البلد المضيف شكراً صحيح أن اجتماعنا لا يتمحور حول هذا الموضوع ولكن لدينا تفسيرنا لهذا الأمر ولا نرى أن المبررات التي ذكرها ممثل الولايات المتحدة مقنعة بالنسبة إلينا أعلن افتتاح الجلسة الثالثة والثمانين بعد التسعمائة وثمانية ألاف لمجلس الأمن جدول الأعمال المؤقت لهذه الجلسة هو رسالة مؤرخة في الثامن والعشرين من شباط فبراير 2014 موجهة إلى رئيسة مجلس الأمن الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة شارط 2014 شارط 136 اعتمد جدول الأعمال وفقاً للمادة التاسعة والثلاثين للنظام الداخلي المؤقت للمجلس أدعو سعادة ممثل أوكرانيا إلى المشاركة في هذه الجلسة عفواً بموجب المادة التاسعة والثلاثين أدعو ممثل أوكرانيا وبموجب المادة التاسعة والثلاثين من النظام الداخلي المؤقت للمجلس أدعو الضيفين التالي إسميهما إلى المشاركة في هذه الجلسة لإجراء حاطتين وهما السيد مارتين جريفيس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنصق الإغاثة في حالات الطوارئ وسيد فليبو جراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين تقرر ذلك يبدأ مجلس الأمن الآن النظر في البند الثاني من جدول الأعمال أعطي الكلمة إلى السيد مارتين جريفيس السيد الرئيس أتحدث إليكم من جونيف والعالم أجمع يشاهد الهجمة العسكرية ضد أوكرانيا بشيء من الصدمة والذهول والرعب وقد تحققت مخاوفنا وصدقت فالمدنيون هم من بدأوا بتحمل وزر هذه الحرب ذلك أن عدد الضحايا المدنيين وحجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية يبعث على قلق بالغ والحاجات الإنسانية بلغت حدا قياسيا في المناطق الأكثر تضررا من الحرب والأطفال والنساء والرجال من المدنيين يجرحون ويقتلون والمنازل تدمر أو تتضرر بل وحتى تتدمر وحتى يوم أمس فهذا مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن سقوط 406 ضحايا في صفوف المدنيين بينهم ما لا يقل عن مئة وقتلين والرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير لأن الكثير من الضحايا الذين أفيد عن سقوطهم لم يتأكد سقوطهم بعد ونعرف أن ما لا يقل عن مئة وستين ألف شخص قد شردوا داخليا ضمن أوكرانيا وقد هربوا بحثا عن ملاذ آمن كما نعرف أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير وقد طال جزءا غير يسير من عدد السكان الإجمالي وكما سيقول فيليبو أكثر من نصف مليون لاجئ قد طروا إلى الفرار بحثا عن الأمان خارج بلدهم والأسر مشتتة ومسنون وزوء الإعاقة محصلون بنيران الحرب وعجزون عن الحروب المشهد قادم وقد يزداد سوءا بعد وأن الغارات الجوية والقتال في المدن يلحق الأضرار بالمنشآت المدنية الأساسية ويعطل الخدمات الأساسية كالصحة والكهرباء والمياه والإصحاح وهذا بالطبع يحرم المدنيين من الوصول إلى ما يحتاجونه في حياتهم اليومية أما الجسور والطرقات فقد دمرت بدورها وقطعت بذلك طريق الإمداد والخدمات عن الناس واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية والمدن ينطوي على خطر إحداث تداعيات عشوائية وهذا مدعاة قلق بوجه خاص في أماكن ككييف وكرخي الخركيف والمدنيون وهم لا نقتلهم ولا جمل هم أكثر من يعانون فعليا من تلك الاعتداءات في المناطق المأهولة بكثافة وكل الأطراف يجب أن تحترم القانون الإنساني الدولي وأن تعنى وتهتم بتجنيب المدنيين والأهداف المدنية خطر الحاق الأضرار فيها من خلال العمليات العسكرية وعلى الأطراف أن تتجنب استخدام الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع في المناطق المأهولة وكلما طال أمد هذه الهجمة كلما زادت الكلفة البشرية بالنسبة إلى المدنيين سيحرم الأطفال من مدارسهم بالفعل وسيتعرضون إلى الأذى الجسدي وإلى التشرد وإلى ناهيك عن الأثر النفسي الخطير والنساء وهنا عادة ما يكون الأكثر تأثرا بالنزاع سيواجهنا خطرا أكبر يتمثل بالعنف المستند إلى الجنس والنساء والأطفال قد يتعرضون كذلك إلى أنواع أخرى من الاستغلال أما الاقتصاد فيمكن أن ينفجر داخليا ما قد يفاقم الحاجات الإنسانية ويكون ذات تداعيات تتخطى أثارها تتخطى حدود أوكرانيا وإن المعاناة تتعمق بالنسبة إلى وضع إنساني وأزمة إنسانية كانت قائمة أصلا وإن سنوات النزاع في شرق أوكرانيا وعددها ثمانين قد تركت ثلاثة ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية على جانبي خط الاتصال في منطقة دونبس وغني عن القول إن الحاجات الإنسانية تعظمت الآن بما في ذلك جراء التشرد والتهجير على نطاق واسع ضمن البلاد وخارجها والعملون في الحقل الإنساني يقومون بأقصى ما يستطيعون للاستجابة والأمم المتحدة قد وسعت من حضورها الإنساني في أوكرانيا وستواصل على هذا النهج ونحن نعمل على مدار الساعة لضمان الارتقاء بعملياتنا بأسرع ما يمكن ولا بد من أن أشير أنه خلال الأيام السلاسة الماضية فأن حركاتنا قد واجهت تعقبات جمى نتيجة القتال الجاري وعدم قدرتنا على الحصول على ضمانات من أطراف طرفين نزاع بأن الحركة الإنسانية ستتمتع بالحماية والمنظمات المحلية والمؤسسات تقوم بعمل رائع بالفعل فالمنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر الأوكراني يعملون بدون توقف دعماً للمدنيين والعمليات الإجلاء والعاملون في الحقل الصحي ينشطون ليلة نهار للاهتمام بالجرحة ومنظمات المساعدة تؤمن دعماً نفسياً اجتماعياً للأطفال المصدومين ومن خلال تأمين سبل المساعدة الأولية نحن هنا لدعم جهود تلك المنظمات واليوم فإن الحاجات الإنسانية الأكثر الحاحن تتعلق بالخدمات الطبية الطارئة بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والإمدادات الصحية والمعدات الصحية والمياه الآمنة مياه الشرب والشفى الآمنة والنظافة وكذلك الملاجئ وحماية المشردين وحوالي 119 منظمة تعمل في أوكرانيا وقد تمكنت من توفير بعض أشكال المساعدة الإنسانية ونحن بأمس الحاجة إلى إحراز تقدم على جبهتين إذا ما كان لنا أن نصل إلى أكبر عدد من الأشخاص ممن يحتاجون المساعدة نحن بحاجة إلى ضمانات من طرفين نزاع بأن العاملين الإنسانيين لن يواجهوا عقبات في حركتهم وبموجب القانون الإنساني الدولي فكل الأطراف يجب أن تتيح مرور أو إيصال المساعدات الإنسانية بشكل محايد للمدنيين الذين يحتاجونها وضمان حرية حركة العاملين للعاملين الإنسانيين ويجب أن تأمن إذن المساعدات للمدنيين الذين يحتاجونها وهذا ما نقوم به وقمنا به بأشكال عدة في الأيام الأربعة الماضية وثانيا نحن بأمس الحاجة إلى المزيد من الموارد فيوم غد سيقوم الأمير العام بإطلاق نداء إنساني يتعلق بهذه الأزمة وهذا النداء سيكون بمكوناتين نداء سريع لفترة ثلاثة أشهر يتعلق بالوضع داخل البلاد وكذلك خطة استجابة إقليمية للاجئين وهذا ما يتعلق بالوضع الخارجي والأمين العام بالإضافة إلى فليبو جراندي وأنا وزملائنا من المنظمات غير الحكومية سندعو أدول الأعضاء إلى إبداء الدعم والسخاء وتمويل المرن والسريع لكن هذا لن يكون كافياً فحياة ملايين المدنيين هي على المحك في أوكرانيا نعرف من نزاعات حديثة أخرى مدى الأثار الفتاكة التي تترتب على الحرب بالنسبة إلى المدن ونعرف كيف يمكن أن يقضي ذلك على الاقتصادات ونعرف الانتكاسة التي يمكن أن نشهدها على صعيد الاستثمارات في البناء التحتية والمكاسب التنموية إن مثل ذلك لا يجب أن يحصل في أي بلد من البلدان ويجب أن لا نتدخل وصعاً إذن مشاهدينا نحن نتابع جلسة مجلس الأمن حول الأزمة بين أوكرانيا وروسيا كلمات متتالية لمارتين نيغريث هو أكيل الأمين العام لأشؤون الإنسانية كان يتحدث يقول بأن حياة ملايين المدنيين على المحك نتيجة هذه الحرب كما قال وهناك كلمات كثيرة وكان هناك جدال ما بين المندوب الروسي والأمريكي حول مسأل طرد 12 دبلوماسياً روسياً من الأمم المتحدة أو من الولايات المتحدة باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة إذن مشاهدينا نحن نتابع هذه التغطية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وردات الفعل الدولية كان هناك جولة تفاوض ما بين الجانب الأوكراني والروسي في بلا روسيا وطلب الوفدان أن يرجع إلى عاصمتيهما من أجل مزيد من المشاورات ترجمة نانسي قنقر شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على ضرورة إيقاف الحرب في أوكرانيا واصفاً إياها بالمستشرية في كل أنحاء البلاد الحرب في أوكرانيا يجب أن تتوقف فهي منتشرة في أنحاء البلاد براً وبحراً وجواً وعليه يجب أن تتوقف حالاً القصف الروسي لم يهدأ ليل نهار والعاصمة كييف محاصرة من كل الجهات وفي ضو استمرار الهجمات فإن مئات الآلاف يفرون خارج حدود بلادهم وتكتض بهم محطات الكتارات قال مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا إن قوة عسكرية هائلة تسعى إلى تحقيق عظمة سياسية بدأت هذه بالهجوم الشامل بهدف غزو أوكرانيا هذه الحرب اختارها أحد الذين يجلسون هنا وهذا يذكرنا بما جرى في برلين عام 1945 لقد قتل نحو 30 جندياً روسياً ومئات قتلوا في أوكرانيا وعدد من الأطفال الأمر مستمر إلى ما لا نهاية قوة عسكرية هائلة تسعى إلى تحقيق عظمة سياسية بدأت هجوماً شاملاً ضد دولة جارة بهدف غزو البلاد الهجمات الجوية في كافة أنحاء البلاد وعلى حدود أوكرانيا أتت من روسيا وبيلاروسيا هناك بعض الأحداث المماثلة بما جرى في الحرب العالمية الثانية ومسار العمل الروسي ممثل للرائخ الثالث الذي حدث منذ سنوات عديدة هناك معاناة بشرية وجرائم حرب تجري المبعوث والأوكراني قال إن روسيا تستخدم كافة إمكانيتها العسكرية لمهاجمة أوكرانيا وتطلق القذائف على المدن الأمن يتهدد العالم بما يماثل الحرب العالمية الثانية لأن أوامر بوتين بوضع القوى النووية موضع الاستعداد يا له من جنون من أراد أن يقتل نفسه ليس له أن يستخدم الترسانة النووية روسيا تستخدم كافة أمكانياتها العسكرية لمهاجمة أوكرانيا وبدأت في توزيع قوات الاحتياط على الحدود مع أوكرانيا وتطلق القذائف على المدن وكذلك قصف الدبابات صوب المناطق السكنية وكذلك الهجمات الجوية وهجمات على البنية الأساسية مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينيزيا أكد أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو خط أحمر بالنسبة لروسيا على الصعيد الاستراتيجي انضمام أوكرانيا إلى الناتو خط أحمر بالنسبة لروسيا على الصعيد الاستراتيجي علينا أن نتساءل ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية وإزالة أسباب النزاع شوانا 6 يقصة شروعا عميزة يسرعي شوانا 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 انتباري حصاني شوانا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتشرت القوات الروسية في اجزاء من شمال وشرق وجنوب اوكرانيا حيث مهدت ضربات صاروخية ومدفعية الطريقة امام تقدم القوات على الارض من الشمال عبرت القوات الروسية الحدود الى اوكرانيا عند تقاطع ثلاثي بين اوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا من نقطة التفتيش سينكيفيكا ونوفي يوركوفيتشي ومن هناك سيطرت القوات الروسية على عدة مدن على الحدود الشمالية لاوكرانيا منها منطقة تشيرنوبل نووية هذا التقدم من الشمال اعطى القوات الروسية فرصة التقدم نحو العاصمة كييف حيث اصبحت على بعد ثلاثين كيلو متر شمال العاصمة فيما تستمر موسكو في محاولة السيطرة على مدن قرب العاصمة مثل مطار هوستوميل وايفان كييف من الشرق وقالت وزارة الدفاع الروسية ان قواتها حاصرت مدينتين سومي وكونتوب فيما دخلت القوات الروسية ثاني اكبر مدينة اوكرانية وهي خارك كييف التي تبقى تحت قصف روسي عنيف من الجنوب التحرك الروسي كان سريعا من جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو منذ 2014 من القرم توغلت القوات الروسية نحو الشرق على طول ساحل بحر ازوف بمدينة ماريو بول التي تتعرض للقصف وهناك تقارير تفيد بأن مدينة بيرديانيسك الساحلية سقطت في يد القوات الروسية تخشى القيادات الاوكرانية من سيطرة روسيا على ماريو بول وبالتالي انشاء جسر بري بين شبه جزيرة القرم والاراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون بالطبع لروسيا في دونتسك ولوغانسك في نفس المنطقة جنوبا سيطرت القوات الروسية أيضا على مدينتي ميليتوبول وخيرسون بعد وقوع اشتباكات عنيفة هناك اشتباكات عن يواجه مألك قناع، وطاقه صوريح يمونًا، ما يشبهون مكتبون المنطقة اشتبتك اشتباكات من هذا، ما يواجه، اشتباكات من هذا حقالخي مسألون سيطرق من هذا، ما يواجه، مجالشي، انشكت cares لمناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية من فريس ينضم إلينا الصحفي والمحل السياسي محمد كلش من موسكو ينضم إلينا الكاتب السياسي الأستاذ بسام البني مرحبا بكما أبدأ من عندك يا أستاذ محمد لأسأل بأن الرئيس الفرنسي إمينويل ماكرو يقول اليوم بأنه لمس من خلال اتصاله بفلاديمير بوتين لهجة هجومية ماذا يعني هذا الكلام؟ طبعا ماكرو في هذا الاتصال الهاتفي يبدو أنه كان يود أن يركز أكثر على الحالة الإنسانية في هذه الحرب بداية جدد الطلب من بوتين على ضرورة وقف إطلاق نار فوري وعلى ضرورة وقف هذا الوجوم الروسي على أوكرانيا لكنه ركز كثيرا على الموضوع الإنساني لأن فرنسا أرسلت مساعدات مهمة 33 طن من المساعدات إلى رومانيا للمساعدة اللاجئين الأوكران هناك وتنوي إرسال 30 طن أيضا إلى مولدوفيا للغرض نفسه وتريد إرسال مساعدات إلى الشعب الأوكراني لكن السؤال المطروح هو كيفية تأمين وصول هذه المساعدات؟ من هنا لربما يفهم تركيز ماكرون على الموضوع حماية الطرقات عدم التعرض للأماكن السكنية عدم التعرض إلى المدنيين وطبعا حسب الرئاسة الفرنسية تؤكد أن ماكرون طلب من بوتين أن يستمر في التواصل تفاديا للأخطر مما يحصل حاليا عقب هذه المكالمة التي استمرت ساعة ونصف بين ماكرون وبوتين جاء الكلام من موسكو بالتأكيد على أن بوتين قدم شرطا جديدا قدم مطلبا جديدا من المستحيل تنفيذه بداية وهو ضرورة الاعتراف الاعتراف بشبه جزيرة القرم أولا وثانيا نزع ما وصفه بالنازية عن الحكومة الأوكرانية وثالثا حياد أوكرانيا وأكدت موسكو في هذا أو بوتين أكد في هذا وهذا موقف جديد متشدد لبوتين أن هذا شرط مسبق لأي تسوية ممكنة هنا نفهم ما المقصود برفع صقف المطالب والحدة في مواقف بوتين بهذا النزاع خاصة المفارقة أن هذا الكلام هذه الحدة تأتي في اليوم الذي بدأت فيه المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا طيب أستاذ بسام مزيد من السلاح تقول وزارة الدفاع الأمريكية يصل إلى الدول في الناتو قريبة من إطار وجغرافيا العملية العسكرية الروسية هناك مخاطر محتملة لإقدام الغرب على تسليح الأوكران في الداخل كيف ستتعامل القوات الروسية برأيك؟ أنا أعتقد أنه إذا ما تم إدخال شحنات عسكرية إلى أوكرانيا أثناء روسيا بقصف هذه الأسلحة على الأرض الأوكرانية وإذا ما تعامل الناتو أو رد على هذا الضرب قد تشتبك حرب عالمية ثالثة لأن روسيا لا يمكن أن تسمح بتزويد أوكرانيا بالسلاح عندما هي تحاول قدر المستطاع عدم وقوع ضحايا مدنيين تحاول عدم دخول الأحياء السكنية ونجد النازيون الجدد يسحبون معداتهم إلى داخل المدن من أجل يحضرون أنفسهم لحرب شوارع كيف يمكن أن تقرأ روسيا هذه العملية إدخال الأسلحة إلى هناك؟ يعني أنهم يريدون أن يدخلوا روسيا في مستنقع لن تدخل روسيا في مستنقع ولن تسمح للغرب أن يدخلها في مستنقع واللغة العدائية التي تكلموا عنها فيها بوتين يوم هي طبيعية لأنه على مدى ثمان سنوات روسيا تكلم فرنسا نفسها الضامنة لاتفاقيات منس مع ألمانيا أنهم يجب عليهم الضغط على كيف من أجل عدم الاعتداء على منطقة الدنباس وفرنسا تتجاهل وتتماطل وألمانيا ولم يفعلوا شيء وعندما أرادت روسيا إنزامك بتنفيذ اتفاق مينسك بعد الاعتراف خرجت من اتفاق مينسك واعترفت بالجمهوريتان بدأوا بإرسال الأسلحة هذه رسالة عدائية لروسيا ذهيك عن العقوبات التي تم فرضها هذا الموضوع روسيا مرفوض كليا الروس حزموا أمرهم لقد دفعوا السمن ويجب أن يحققوا أهدافهم لن تتراجع روسيا عن الثلاث أهداف التي أعلنتهم بما يتعلق بأوكرانيا تحييد أوكرانيا نزع السلاح وتفكيك النازية ومحاصلة النازيين الجدد وليس احتلال أوكرانيا لا بكل تأكيد سأسألك عن هذه النقطة مفصلة أستاذ بسام ولكن اسمح لي أن أسأل أستاذ محمد صيغة نورماندي هل يمكن للإليزي الرئيس ماكرون أن يعيد هذه الأطراف إلى طاولة الحوار بمساعدة ألمانيا مثلا ولملمت الأمور باب الدبلوماسية كيف يمكن أن يمر منه الجميع دون مزيد من الحرب يعني اتفاقية منسك قالها بوتين بنفسه وهو لم يعد يعترف بها اعتبرها أنها انتهت عمليا الهجوم العسكري الواسع الغزو الروسي لأوكرانيا مع هذا الغزو مع الاعتراف الروسي بدوناسك ولوانسك هذا يعني اعتراف يشبه إلى حد كبير عملية ضم هذين الكيانين إلى روسيا تكون اتفاقيات منسك قد أصبحت أمرا من الماضي لا أعتقد أننا مع الموقف الروسي مع التشدد الذي يظهره بوتين ومع الحالة العسكرية مع هذا الهجوم الواسع والتقدم خاصة على الجبهة الشرقية تحديدا على الجبهة الشرقية للقوات الروسية التي تسجل من وقت إلى آخر أن هناك من الناحية العملية وجود لاتفاقيات منسك الهجوم العسكري الروسي تجاوز هذه الاتفاقيات لا أعتقد أن الموضوع اليوم اتفاقيات منسك بقدر ما هو موضوع وقف هذا الهجوم العسكري الروسي وقبل وقف هذا الهجوم وقف فوري لإطلاق النار طيب وقف الهجوم يا أستاذ محمد جدا عن اتفاقات منسك وقف الهجوم يحتاج إلى ثمن يقبضه الروس فيما إذا عادوا وعادت القوات إلى أماكنها تحدثت لي بأن ثم الطلب الاعتراف بالقرم هذا مرفوض بالنسبة للدول الناتو ومنهم فرنسا واسمحي يا أستاذ محمد طيب طيب اسمح لي أستاذ محمد أسأل الأستاذ بسام الروس دائما كانوا يقولون بأنه لا نية لهم يعني القيام بعملية عسكرية في أوكرانيا الآن المسألة مسألة يعني باتت واقعا تغيير نظام الحكم في أوكرانيا حكومة طيعة لموسكو وبالتالي تنتهي الأمور أو لا الأمر مختلف هم يريدون الحفاظ على المناطق التي تحدثت عنها وأن لا تكون هناك سفزازات لهم من قبل الناتو يعني أولا سأجيبك على ما تفضلت به بأن روسيا كانت تقول وأنا كنت أقول على قناتكم الكريمة أن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا ولا تريد مهاجمة أوكرانيا ولكن كنا دائما إن كنت أنا على قناتكم وإن كان المسؤولون الروس يقولون يقرنون هذا الموضوع بشرط أن لا تقوم قوات كيف الاعتباء على منطقة الدنباس وكانوا يحذرون إذا ما تم اقتحام منطقة الدنباس أو استمرار الاعتباءات عليها سنقوم بحماية هذه المناطق وسنتدخل عسكريا الكل اليوم نسي التحذيرات الروسية ويتحدثون عن الاختراع الأمريكي الذي قال أن روسيا ستغزو أوكرانيا متناسين أنهم بدأوا بتسليح أوكرانيا بدأوا بحجد القوات 125 ألف مقاتل أوكراني بينهم القطاع الأيمن المتطرف على حدود الدنباس ونسوا كل هذا الشيء وصاروا يتكلموا عن موضوع القوات الروسية الموجودة على أراضيها أصلا لحماية منطقة الدنباس بحال تم العدوان إلى هناك هذه النقطة النقطة الأخرى عن موضوع الذي سألت عنه حضرتك والله نسيت لا تذكرني شو كان السؤال سأذكرك أستاذ بسام مسألة وجود حكومة طيعة بالنسبة لموسكو من الممكن أن ينهي العمليات العسكرية برأيك مسألة تفكيك النظام من الداخل التعويل على انشقاقات في الجيش الأوكراني وبالتالي ذهاب زيلينسكي مثلا موسكو ليست دولة احتلال هي لا تريد احتلال أوكرانيا ولا ينقصها لا أراضي ولا موارد طبيعية موسكو لديها كل ما يلزمها من الأراضي والموارد الطبيعية وأوكرانيا اليوم هي دولة مهلهلة اقتصاديا والفساد يشري بها والنازيون الجدد موجودين لماذا ستأخذ هذا الحمل السقيل كحقيبة السفر بلا يد يعني صعب حملها فهي لا تريد هذا الأمر ولكن هي لا تريد للناتو أن يستخدم هذه الأراضي الأوكرانية من أجل مهاجمة روسيا في ضرب استباقية يعني روسيا حزرت منها مرارا وتكرارا عندما تقدمت بطلباتها الأمنية هذه كل ما في الأمر عندما حزرت روسيا أن الرد سيكون عسكري وعسكري تقني كلهم استخفوا بها وأصبحوا يناكفونها مناكفة أصبحوا يزودون أوروبا الشرقية ووسط أوروبا بالأسلحة وبالجنود يعني ويسلحون أوكرانيا هذا الموضوع مرفوض أما موضوع الحكومة الموالية لروسيا أو غير موالية هناك أكثر من نصف الشعب الأوكراني يعتبر نفسه أصلا روسي الهوى والقومية لذلك إن جاء يعني من هو من ليس النصف أستاذ بسام كي نكون دقيقين هناك نحو أربعين في المئة يتحدثون الروسية في المناطق التي اعترف بها من قبل كل الأوكرانيين بما فيهم غرب أوكرانيا المتشددين من أصول بولونية والذين يعانون من الرهاب الروسي هم يتكلمون الروسية بطلاقة أسأل يا أستاذ محمد عن اتفاقية 1990 الرئيس فلاديمير بوتين يقول بأن كان هناك تعهد قبل انهيار الاتحاد السوفيتي بأن لا يتقدم الناتو شبرا واحدا في شرق أوروبا ولكن هذا الأمر اختلف وتقدم أكثر من أمتار وكيلومترات بالتالي ردة الفعل الروسية كانت مبررة طبعا هذا الحديث عن هذا الاتفاق ليس مكتوبا ليس موقعا يبدو أنه كان حديثا شفاهيا إذا صدقا إذا كان حقيقة حصل مثل هذا لقربة شوف نعم لكن ما حصل يعني الحاصل هو أن أوكرانيا هي التي تطلب منها تطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولم يظهر الاتحاد الأوروبي استعجالا لضمها هي التي ممكن أن أطلب الانضمام إلى الناتو ولكن يا أستاذ محمد أعذرني أعذرني الناتو أحد البنود في وثيق تأسيسه لا يمكن ضم دولة لديها مشاكل حدودية مع دولة أخرى يعني كيف يمكن أن يقبل بضم هذه الدولة هذا يخالف مثاق تأسيس الناتو صحيح هذا ما أردت أن أقوله هذا ما أقوله أن الناتو لم يظهر رغبة بانضمام أوكرانيا لم يطلب من أوكرانيا الانضمام أن تنضم إلى الناتو هي أوكرانيا التي يمكن أن تطلب أوكرانيا التي يمكن أن تطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو أوكرانيا طلبت واليوم طلبت رسميا الرئيس الأوكراني زيلنسكي طلب رسميا وأمام شاشة التلفزيون ووقع طلبا رسميا بانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لكن الاتحاد الأوروبي ليس سهلا الانضمام إليه ليس من السهولة بمكان هناك معايير طويلة للانضمام إليه لا يبدو أن أوكرانيا نفذت أو قادرة على تنفيذ مثل هذه المعايير ولو كان الأمر كذلك لن ضمت قبل سنوات خاصة بعد عام 2014 بعد ضم جزيرة القرم على سبيل المثال هناك معايير خاصة المدة 49 من قانون الاتحاد الأوروبي قانون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تتضمن صعوبات كثيرة بالانضمام تتعلق باستقرار المؤسسات استقرار الاقتصاد احترام القانون وأيضا في نهاية المطاف أن تصادق كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 إما عبر الاستفتاء أو عبر المجالس النيابية على هذا الضم يكفي أن يرفض بلد واحد لكي يرفض الطلاب هناك تأييد من ثماني دول الآن تأتي الأخبار بمسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو أستاذ بسام حليف الرئيس فلاديمير بوتين في الداخل الروسي نريد أن نعرف طبيعة العلاقة ما بين بوتين والداخل الروسي في اتخاذ هذه الخطوة يعني البعض يقول بأنه مغطى من الكنيسة آخرون يقولون الشعب الروسي غير متدين هذه المسألة لا تقدم ولا تؤخر يعني مسألة المزاج الداخل الروسي سأشرح لك عن المزاج الداخلي الروسي ولكن دعني أن أعقل على كلام ما جاء على لسان زميلي من باريس خمس موجات من التمدد الناتو نحو الشرق وروسيا تقول لهم بكل موجة أرجوكم لا تتقدموا هذا سينصف الأمن العالمي هذا يهدد أمي وهم يقولون لها نحن ننصب هنا سلاحنا تهديدا يعني ردعا لإيران يعني يضحكون عليها هذه النقطة والوعود كانت شفاهية نعم وقد تقدم الناتو نحو الحدود الروسية 1400 كيلو متر بعد عام 1997 هل تتخيل 1400 كيلو متر يعني نقص زمن وصول الصاروخ إلى موسكو من 40 دقيقة إلى 7-8 دقائق فكيف يمكن لروسيا أن لا تعتبر هذا تهديد لأمنها القومي كيف لا تخشى أن يكون الناتو قد نوى أن يضربها ضربة استباقية أما حول الداخل الروسي سأقول لك بكل تجرد وبصراحة ولن أكون ملكيا أكثر من الملك هناك 67% من الشعب الروسي يؤيد بوتين فيما ذهب إليه وهو معه وخلفه و33% هذا حسب الأحصائيات المستقلة 33% ضد الحرب وضد بوتين ويقولون لك لماذا يورطنا بوتين في هذه الحروب وهذه 33% هي نتيجة العمل الديمقراطي التي تسمح به روسيا داخل أراضيها وعمل الجمعيات الغير ربحية الغربية التي تنشط على الأراضي الروسية منذ أن تم تفكيك انهيار الاتحاد السوريتي السابق أضيف إلى ذلك أنا أستطيع اليوم أن أقول لك هل الغرب أغلق كل وسائل الإعلام الروسية أليس كذلك؟ اليوم حتى هذه اللحظة يعمل راديو اسفابودا وهو راديو ممول من غاز بروم الروسي وهو موالي للغرب قولا واحدا ومعارض لموتين وكل الحكومة الروسية وبشكل دائم يؤيد كل ما يأتي به الغرب ويعارض كل ما جاءت به روسيا حتى اليوم لم يغلقوه هل سمحت الولايات المتحدة الأمريكية عندما خرجت عندها مظاهرات مثلا للمستظاهرين أن يبقوا أحرار ألم يعلنوهم على سبيل المثال أنهم إرهابيو داخل يعني الكيل بكالات عديدة ويعني بالنسبة لروسيا انضموها إلى الناتو لأوكرانيا أو وقعوا معها عقدا على سبيل المثال سنائيا بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا ما الفرق بالنسبة لروسيا؟ روسيا هناك مثلا يقول الفجل ليس أحلى طعما من اللفت يعني كله نفس الشيء فإن كان بدون يستخدموا أرض أوكرانيا كقاعدة انطلاق من أجل انقاص زمن وصول الصاروخ إلى خمس دقائق هذا الأمر يعني يهدد الأمن القومي الروسي بشكل مباشر لا يمكن القبول به لا يمكن يا أخي شكرا جزيلا لكم من موسكو الكاتب السياسي الأستاذ بسام البني وأشكر كذلك من فاريس الصحفي والمحل السياسي الأستاذ محمد كلا شكرا جزيلا لكم أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعد المنتخب الروسي من المشاركة في تصفية كأس العالم وقرر الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي حرمان منتخب روسيا والأندية الروسية من المشاركة في مسابقاتهما كذلك قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع شركة جابروم الروسية موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة ينضم إلينا في الستوديو الإعلامي الرياضي مونير الرحومة مرحبا بك يا أستاذ مونير اقتصاد مرتبط بالسياسة السياسة مرتبطة بأمور وصلت بنا إلى الرياضة الآن يعني مسألة قرار اتحاد الدولي حربان روسيا ماذا ينطوي عليه من تبعات للدول التي خاضت تصفيات الأولى مع المنتخب الروسي طبعا الكل كان يتوقع مثل هذا القرار المجال الرياضي لا يمكن أن يبقى معزولا عن ما يعيشه العالم خاصة في هذه الأزمة الروسية طبعا اليوم روسيا هي كانت متأهلة إلى مرحلة الفاصلة يعني اليوم نتكلم على ملحق أوروبي مؤهل إلى كأس العالم كان من المفروض أن تخذ مباراة أمام بولند يوم 24 مارس هذا الشهر الحالي الجديد لكن طبعا اليوم منتخب بولند هو من استفاد من هذا القرار لأنه سوف يتأهل مباشرة لملاقات الفائز من فريق طبعا السويد واتشيكا فروسيا التي نظمت كأس العالم السابقة 2018 ووصلت إلى الدور الربع النهائي في هذه البطولة نحن مجيدا أهمية هذا الحدث العالم الكبير اقتصاديا جماهيريا على كل المجالات الفائز يحصل من الاتحاد الدولي على 2 مليون دولار مباشرة بمجرد الوصول إلى كأس العالم والتأهل من دور الثاني والثلاثين يحصل على 10 مليون دولار وهكذا في التصاعد فحتى على مستوى البادي مهم جدا بالنسبة لأي منتخب يصل إلى كأس العالم خاصة أن الروسيا منذ أيام الاتحاد السوفيتي يعني 11 مشاركة في كأس العالم يعتبر أن وجود روسيا في كأس العالم مهم جدا جماهيريا وحتى اقتصاديا كما قلت لكن اليوم القرار هذا يعتبر ضربة قاسمة للكرة الروسية وللجماهير الكرة الروسية فأعتقد أن الأمر هذا مؤثر على مستوى الأندية ومؤثر على مستوى المنتخبات واللاعبين حتى اللجنة الأولمبية تم استبعاد روسيا ولكن أريد أن أسأل مثلا مصير المباراة مع بولاند ستمنح النقاط مثلا إلى بولاند بالتأكيد اليوم منتخب بولاند هو اليوم متأهل لملاقات الفائز من تشيكيا والسويد فأعتقد هو قرار خدم البولاند لكن طبعا ظلم المنتخب روسيا فاليوم بولاند هو المتأهل لملاقات الفائز من تشيكيا والسويد مباشرة والفائز منهما سوف يكون هو الذي فاز ببطاقة الملحق الأوروبي للصعود إلى كأس العالم طيب ماذا عن المباريات التي خيضت سابقا مع المنتخب الروسي كيف يتم التعامل معها واحتساب النقاط طبعا المنتخب الروسي خاض دور المجموعات ولم يحصد على البطاقة المؤهلة مباشرة إلى كأس العالم وبالتالي لا ضيرة فيها لا ضيرة فيها طبعا اليوم كان من المفترض أن يخوذ أول مباراة في الملحق يوم 24 فطبعا بقرار الاتحاد الدولي استبعاد روسيا سوف يكون خارج هذه المنافسة طيب القرار حتمي تنفيذي لرجعته فيه أو بحسب التطورات السياسية من الممكن أن يتراجع عليه نحن نريد أن نعرف طبيعة علاقة الفيفا مع المنتخبات ومع الدول هل أخر في محكمة الفيفا أو لا الأمر من الاتحاد بشكل مباشر؟ لا طبعا هو القرار اتخذ من مجلس الفيفا يعني هناك مجلس تنفيذي سابق كان يسمى اللجنة التنفيذية اليوم يسمى مجلس التنفيذي للفيفا وطبعا هذا يضم عدد كبير من الأعضاء في كل القرارات العالم الذين تم انتخابهم لتشكيل المجلس اتخذوا اليوم هذا القرار بالإجماع وبالتالي أصبح القرار نافذا مثل ما حصل بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكورت القدم على مستوى الأندية اليوم أيضا أصدر القرار المكتب التنفيذي للاتحاد الأوروبي باستبعاد كل الفرق التي تشارك في المسابقات الأوروبية وطبعا سيسكا موسكو اليوم كان من المفروض أنه يلعب مع ليبزيك الألماني في الدور السادس عشر المؤهل إلى ربع النهائي فبالتأكيد اليوم كانت المباراة سوف تقام يوم عشر مارس أعتقد أن المجال لا يصبح لتأجيرها فبالتالي فريق الألماني ليبزيك هو الذي تأهل الآن رسميا إلى الدور ربع النهائي من مسابقة اليوروباليك إذن طلأ حتى الأندية الروسية عندما يكون باتجاه المنتخب بالتالي من الضروري أن ينسحب على الأندية هكذا قرارات حدثت سابقا استبعدت فرق بسبب أزمات سياسية أو أنه القرار الأول لا هو ليس بالقرار الأول خاصة بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القادمة يعني هو عاقب وجمد العديد من الاتحادات وكانت نتائج لكن أغلب القرارات السابقة كانت تتعلق بمشاكل حاصلة داخل هذه الدول تتعلق بمثلا هناك عدم تطبيق لوائح الفيفا أو عدم أو تدخل سياسي في إدارة الشؤون المحلية لكرة القدم في بعض الدول مثلا العراق الكويت يعني عربيا نتكلم كانوا يعني تعرضا لقرارات الإيقاف الدولي لكن اليوم الحرب طبعا هنا قرار يعني يمكن أن البعض يقول لماذا تدخلت السياسة في الرياضة لكن اليوم كل الاتحادات المعنية بالمشاركة وخوض مباريات أمام روسيا أصدرت مسبقا أنها لن تشارك ولن تخوض أي مباراة إذن سريعا بثلاثين ثانية مسألة الاستئناف من قبل الجانب الروسي واردة أستاذ موني صعب اليوم لأن المكتب التنفيذي أخذ القرار ولا مجالها للاستئناف سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو بالنسبة للفيفا شكرا جزيلا لك الكابتن من الرحومة الإعلامي الرياضي على كل هذه التفاصيل إذن مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هاتين الساعتين وتغطية مستمرة